موسيقى نشوف ناس متشخصة بكلونة عصبي بقالها أسابيع وشهور ومش مستجيب للعلاج الدوائي وطبيعة الأكل ونخش طبعا بفحص المنظار بتاعنا أو بالأشعاعات أو بالتحاليل لما نطلبها بنلاقي أسباب أخرى خالص لهذا الألم أو هذا الانتفاخ أو هذا الإمساج أو الإسهال مهم جدا الابتعاد عن الكافين الكافين مادة بتضر المعدة أو بتزود الكرح سواء في الأمعاء الضقيقة أو القولون أو المعدة أو بتزود الكمودة أو الارتكاعة طبعا الابتعاد كمان عن أي مواد حفظة زي الحاجات المعلبات أو الأكياس أو البطاطس المكيسة كمان لأنها في مواد حفظة بتهيج من الكولون وبتؤثر سلبيا على أعراضك كولون العصبي لعب الرياضة زي ما قلنا مهم جدا تاخد بالك من أكلك وشربك بتزود من عصير الفراش وشرب الميا كتير مهم جدا للكولون العصبي كمان مهم جدا كمان أنه كأطباء بطنيين وجهاز هطبي يتابع معانا أخصائي تغذية علاجية أنا جغلتي أن أقول لك تاكل تكتر من الصلطة والفضار والفكهة وتقلل من العيش والرز والمكرونة واللحوم الحمضة فهو يعرف بالزبط طبق الصلطة بتاعك الإنجليزينز أو المكونات وتباقية من توم أو بصل أو حاجات بتسبب الانتفاخات زي البروكلي أو بعض الورقيات الخضرة اللي بتسبب الانتفاخات كمان أما بالنسبة لو طبيب شخصك كولون العصبي بيلك أدوية ورحت لأخصائي تغذية علاجية أكلت كل الأكل الهلفي لمعادتك والأمعائك والكولونة والتزامت جدا وبرضه أنت ما بتتحسنش فكر في تشخيص آخر غير الكولون العصبي لأنه زي ما بيقوله أوفر دياجنوز أو بنشخصه تعريبا عن تسعين في المائة من الناس وده مش صح إن فيه اضطرابات أخرى ممكن تصيب الجهاز الهضمي غير كرسمة المعدة وغير الكولون العصبي ويكون مستخبير